يعني أنا أرى بأنه هذه المؤتمرات صح مؤتمر جيد مؤتمر العراق حضروا بوزير خارجية إيران وسوريا وهم المعنيين ربما يعني بالإضافة إلى تركيا وسوريا معنيين بهذا الشأن ونفس الكلام تكلمنا أنه أمن العراق من أمن سوريا وهذا حقيقي على الأرض لكن العراق سوف لن يتدخل عسكريا في سوريا أنا أقول لك ذلك إذن الموضوع الآن في سوريا موضوع أمني الموضوع تجاوز حدود العقل والسلمية خلينا نتكلم بوضوح اليوم هي التحريش شام والفصال من ضوئة لا ما ممكن أي واحد راح يقنعهم بالتوقف لأنهم بدأوا يحروا الأرض ووصلوا على تخون حمص أي دولة ممكن إلا إذا أمريكا قصفتهم بشدة زين ذاك الوقت ممكن أن يتوقفون هم من ما مؤكد أنه سيتوقفون طيب أستاذ سرمت قد تطرقت إلى نقطة هم جدا وقلت إلا إذا قامت أمريكا بقصفهم كيف من الممكن أن نفسر موقف الولايات المتحدة مما يجري في سوريا الآن خاصة يعني وأنها رفعت يدها وقالت أنها لن تتدخل إلا في حال ربما يعني وجود قوات داعش بشكل واضح وصريح كيف لنا أن نفسر موقف الحياد الأمريكي الآن والدليل على هذا الموقف الدليل على هذا الموقف عندما اليوم التقت الـ CNN الأمريكية وهي أهم وكالة يعني بالجولاني هذا أعطى رسالة لكل ليس من السهل CNN تدخل سوريا بهالوقت هذا وتلتقي بالجولاني إذن هذه الرسالة مبطنة بأنه خلاص دي هيئو حتى الاسم رجع الاسم الحقيقي أحمد الشرع دي هيئو لمرحلة مقبلة ربما في هذا الموضوع اليوم يعني حاول الوزير الخارجية السورية والإيراني حاولوا أن يعني يريدون أن يشيمون العراقيين في هذا الموضوع يعني أنه يعني أعتقد بأنه ربما يفكرون بطلب التدخل يعني العسكر العراقي سواء عن طريق الحشد أو عن طريق الجيش لكن رئيس وزراء قالها والقيادات أيضا قالت ما عندنا مصلحة الآن في التدخل في الشأن السوري يعني المعركة يعني تقريبا تتجه إلى الحسم اليوم الجيش السوري دي ينسحب دي ينسحب بقوة وإحنا هذه شهدناها إذا تدخلون بالألفين وارباطعش فالجيش دي ينسحب أمان ضربات هذه تحرير الشام والفصائل المنظوية تحتها شنو ممكن أن نقدمها نقصف بالطائرات ما هي روسيا يعني رأيت بأم عينها هذه الفصائل تنسح يعني بعد ما أخذت حلب تجهت إلى حمام 145 كيلو متر للأرض مفتوحة ليش ما قصفتها روسيا بهذه المنطقة المفتوحة ليش ما قصفتها سوريا بهذه المنطقة المفتوحة سيد سرمد يعني روسيا تدعو رعاياها إلى مغادرة دمشق عبر المطارات المدنية الموجودة والمتاحة الآن كيف لك أن تفسر الموقف الروسي والإيراني الآن هل نستطيع أن نقول أن إيران وروسيا قد تخلوا بشكل واضح وصريحا للأسد أم أن هناك ما يحاك داخل الأروقة ولكن يعني ليس متاحا للعامة لهذه اللحظة يعني روسيا لم تتخلى تماما عن الأسد تخلت بنسبة كبيرة مقابل أنه أمريكا والمجتمع الغربي يخففون الضغط من جبهة أوكرانيا هي شيء مقابل شيء بالمناسبة إيران لحد الآن يعني لحد الآن ما راح تستطيع الساعد سوريا بشنو الساعد سيدتي تبعث لها صواريخ تبعث لها مسيارات يا ما عد في الصواريخ مسيارات تبعث لها مقاتلين ما هم المقاتلين موجودين بكثرة الجيش السوري بقوامه كل موجود لكنه يعني ما يكون قتال ما يريدون يقاتلون وهي مشكلة يعني فيذلك شنو الدز مقاتلين مكان السوريين أهم هذا غير مقبول الدز مقاتلين على أي أساس أنا أقول كلاما واحدا ربما أخطر ما في الموضوع هو مرقة السيدة زينب فهو يهم الشيعة في كل العالم ويهم الشيعة العراقيين والشيعة في إيران لكن الآن هيئة تحرية شامدة يعطون تطمينات أنه كل الأطياف كل الطوائف اللي بسوريا تعيش بأمان ومرح أي شخص ممكن أن يصيب الأذى لكن الفيديوهات اللي تصنى تتكلم غير كلام الوضع ضبابي في سوريا إحنا علينا نأمن حدودنا بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة